طبعاً إحنا دلوقتي معنا موضوع مهم وخبر إيجابي ممكن نبني عليه مستقبلاً الساعة السكانية كشفت عن وصول عدد سكان مصر بالداخل لـ 106 مليون و250 ألف نسمة بزيادة حوالي 250 ألف نسمة خلال 72 يوم ده مؤشر على تراجع الزيادة السكانية نتيجة طبعاً الجهود والمبادرات اللي قامت بيها الدولة في السنين الأخيرة زي الاستراتيجية الوطنية التنموية وأيضاً مشروع تنمية الأسرة المصرية اللي كان الهدف منه هو التصدي للنمو السكان المتسارع خلونا نتكلم عن الرقم ده بالتحديد 106 مليون أسباب التراجع إيه وتأثير استراتيجية السكان اللي تم إطلقها من قبل رئيس العام الماضي بنرحب في فقرتنا النهاردة بالدكتور حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصى أهلاً وسهلاً يا فندم نورتنا أهلاً بيك وأهلاً سيدنا يعني نعرف من حضرتك أسباب التراجع إيه يعني تأثير الإيجابي ده هيعود إزاي علينا يعني الحقيقة عشان نبص الزيادة اللي حصلت دي والمتناقصة لازم نبص لسنة كاملة بشكل واضح إحنا لو خدنا ماذا حدث في سنة 23 اللي هي انتهت فيه إحنا السنة 23 عدد الموليد انخفض بحوالي 149 ألف مولود فالمعنى كده أنه فيه تناقص في عدد الموليد خلال الفترة اللي فاتت ده معنى لو خدنا الزيادة الطبيعية اللي بتتم اللي هي الفرق بين الموليد والوفيات هلاقي أنه وفقا لهذه البيانات معدل الزيادة الطبيعية انخفض إلى 1.4 من 10% ده معناها أنه إحنا لأول مرة الفترة طويلة جدا المعدلات الزيادة الطبيعية بتنخفض والحقيقة ما فيش فرق بين معدل الزيادة الطبيعية ومعدل النمو لأنه إحنا ما عندناش هجرة دايما الهجرة بتاعتنا دايما هجرة لفترة زمنية ثم العودة تاني للوطن فبالتالي لو قلنا سبب الزيادة الأساسي أو سبب التراجع الزيادة هنقول إنه انخفاض أعداد الموليد اللي تمت والحقيقة يعني عدد الموليد هو مرتبط بمستوى الإنجاب ومستوى الإنجاب يعني هو المحدد الرئيسي لمستوى النمو السكان خلال الفترة اللي فاتت دايما زي ما حضرتك أشارتي في سبتمبر عشرين تلاتة وعشرين اطلقت الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية اللي هي تلاتة وعشرين تلاتين الهدف بتاعها كان إيه الأساسي؟ هو تخفيض مستوى الإنجاب إلى ما يسمى مستوى الإحلال اللي هو اتنين وواحد من عشر طفل لكل سيدة وبالتالي هذه الاستراتيجية تم تحولها إلى خطة تنفيذية تشاركية أيما على أنه تحديد أدوار محددة لكل جهات المشاركة فيه يعني التعامل مع القضية السكانية مش مشكلة جهة واحدة ده مشكلة مجتمع سواء حكومة أو مجتمع مدني أو قطاع خاص الكل بيشارك في هذه العملية بشكل كامل وبالتالي تم تحويل هذه الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية هذه الخطة التنفيذية بتشتغل على محاور متعددة ولو بصنا إيه محاور الخطة الاستراتيجية حلاقي فيه محور هي الحقيقة قايمة على توازن بين تقديم الخدمة اللي هي ضمان الحقوق الإنجابية والاستثمار في السروة البشرية الاستثمار في السروة البشرية بمعنى التعليم الصحة دعم مكانة المرأة كل دي استثمار أساسي يؤدي إلى تغيير كثير من المفاهيم اللي حيترتب عليها تغيير السلوك الإنجابي يعني الميزة دلوقت أن احنا بنشتغل بالتوازي على البعدين أننا أقل النمو وأرتقي بالخصائص السكانية عظيم جدا وده بالضبط هو هدف مشروع تنمية الأسر المصرية أننا عايز أرشد النمو السكاني ولكن بالاعتماد أساسا على الارتقاء بخصائص الأسرة وبالتالي يصبح هناك تفكير عقلاني رشيد أنه كل طفل ييجي إذا كنت أقدر أوفر له المعيشة السليمة والرعاية الكاملة صحيح طيب لما نيجي نضرب مثال بمحافظة من محافظات مصر اللي انخفض فيها نسبة الموليد بشكل كبير جدا من 2014 لـ 23 يعني نتكلم في حوالي 10 سنين محافظة المنوفاية كان الموليد في 2014 وصلوا إلى 98% دلوقتي وصلوا إلى 66% أعتقد أننا 98 ألف وصلنا لنصف الرقم وده مثال دي محافظة من ضمن المحافظات هل عندكم مثلا إحصائية بعدد السكان كل محافظة إيه أكبر محافظة نزل عدد سكانها خلال الفترة اللي فاتت؟ لا بس ما فيش سكان بينزلوا عدد الموليد أصول عدد الموليد هو اللي بيتناقص وعدد الموليد إحنا نقدر نبصله بشكل أحسن من مستوى الإنجاب اللي إحنا بنسميه معدل الإنجاب قد إيه إحنا أحسن محافظة عندنا في مستوى الإنجاب هي بورسعيد مستوى الإنجاب في بورسعيد واحد وثمانية من عشرة اللي هو يقترب تقريبا من مستوى الإنجاب في الدول المتقدمة لو خدنا المنوفية اللي حضرتك بتقول عليها إحنا لو بصينا ليه البيانات والجهاز المركزي عمل مسح الصح الأسرة المصرية في 2021 المسح بيّن أنه هناك انخفاض في مستوى الإنجاب على المستوى الإجمالي نزل من 3.5 طفل لكل سيدة في 2014 إلى 2.85 طفل لكل سيدة في سنة 2020 معنى كده أن احنا خلال الفترة ديت من 14 إلى 20 جهود الدولة نجحت في تخفيض مستويات الإنجاب مش بس كده البيانات أيضا المتوفرة لدى الجهاز بيّنت أنه من بعد 20 أيضا مستوى الإنجاب انخفض إلى 2.8 في 21 ثم إلى 2.76 في 22 معنى كده أنه الانخفاض في مستوى الإنجاب مستمر والأمل أن هذا التوجه يبقى مستدام بحيث أن ننجح في هذه العملية المحافظات بتختلف حسب مستوى الإنجاب زي ما قلنا أحسن محافظة في مستوى الإنجاب يا بورسعيد لو بصينا ليه المنوفية هنلاقي المنوفية كانت 3.5 انخفضت إلى 2.6 فده انخفاض يعني ملموس حوالي طفل تقريبا في الأسرة بدل ما كانوا بيخلفوا 3 أطفال ونص لكل سيدة أصبح 2.5 دلوقتي يعني قرب طفل انخفاض طيب ليه إحنا ما انخفضناش بشكل أكبر لأنه ما زال عندنا بعض المحافظات اللي مستوى الإنجاب فيها مرتفع زي محافظات وجه إبلي عموما هناخد أسيوت سوهاج المينيا هنلاقي مثلا أنه في أسيوت 3.8 من 10 انخفضت صحيح بدل ما كانت 4.2 بقيت 3.8 من 10 لكن ما زالت محافظات الصعيد أعلى في مستويات الإنجاب عن بج بحري وعن المحافظات الحضرية هي أهمية الأحصائيات يا فندم أنه الدولة تبتدي تكثف من الوبود لا ويبقى فيه خطط سكانية تتناسب مع الوضع السكاني لكل محافظة يعني احنا بنحط استراتيجية شاملة للجمهورية لكن عندما يتم تنفيذها هذه الخطط يجب أن تطوع للوضع السكاني في كل محافظة وبالتالي أنا ما أقدرش أتعامل مع بور سعيد زي ما أتعامل مع أسيوت الخطة السكانية لها تختلف بحسب الوضع السكاني وهكذا فإحنا عندنا تباين كبير في مستوى الإنجاب في المحافظات وبالتالي يجب أيضا أن تختلف مستويات التعامل مع الوضع السكاني طيب أنا عايزة أسأل حريك سؤال الطفل الأول أو ثقافة الطفل الأول في كل أسرة هل النهاردة لسه ثقافة أنه أول ما تجوز أخلف على طول موجودة ولا لا يعني اتأخرت شوية الفرق ما بين الطفل الأول والتاني كمان بقى تقدي هل أنا الطفل الأول جيته أجيب التاني على طول الثقافة دي بقى اتعاملت زي دلوقتي بس حدرتك في مسحة الصحة للأسرة المصرية إحنا خدنا عينة من الشباب وسألناهم بعض الأسئلة عشان نبين اتجاهات الشباب كمان لأنه دي الأهم دولا من اللي حيبقوا هم اللي بيكونوا الأسر وبالتالي هم اللي حيحددوا مستوى الإنجاب كان أحد الأسئلة اللي إحنا سألناهم هل هم يعني يرغبوا في ممارسة تنظيم الأسرة قبل الطفل الأول يعني معناه يأخروا الطفل الأول أو لا لسه لا المجتمع ما تغيرش من هذه الزواج 18% فقط هم اللي قالوا أنهم عندهم استعداد فمعني كده أنه هذه النسبة قليلة إحنا لازم نشتغل على يعني توسيع الفترة أو إطالة الفترة بين الزواج ومن بين إنجاب الطفل الأول أولا لأنه أضمن أنه الأسرة دي مستقرة أضمن أنه خلاص حياتهم ترتبت مع بعضها وبالتالي عندما يأتي الطفل الأول يكون الأسرة مهيئة لتوفير الرعاية لها ده الهدف من هو الحفاظ على كيان الأسرة الحفاظ على كيان الأسرة بسه النقطة الثانية المهم جدا أنه سألنا الشباب طبعا متوسط عدد الأطفال اللي هم يجيبوا قده لقينا فعلا إحنا قلنا 2.85 ده على المستوى الفعلي على المستوى الإجمال لا بالنسبة للذكور الشباب الزكور 2.7 فمعنى كده أنه في اتجاه للتراجع أيضا في مستوى الإنجاب الأحسن بقى أنه لما سألنا الإناس كان المتوسط 2.4 من 10 فمعنى كده أنه يعني طبعا الستات بعتبرهم هم اللي بيتعبوا في هذه العملية هم عايزين يخلفوا عدد أقل في هذه الحالة لكن معناها أنه فيه اتجاهات إيجابية يجب أن احنا نبني عليها بحيث أن احنا فعلا الدولة في النهاية تخش في مرحلة للتقاط الأنفاس امت بقى يعني بهذه الوتيرة امت نصل إلى هذه المرحلة احنا يعني ممكن نصل إلى هذه المرحلة إذا نجحنا في أن احنا نحقق الهدف اللي تبنته الاستراتيجية اللي هو طفلين لكل أسرة في سنة 30 الحقيقة برضو عشان نشوف الوضع ده هيتحقق إزاي احنا الجهاز المركزي للتعاب العامة والإحصاء عمل دراسة مهمة جدا اللي هي التوجهات الإسقطات السكانية أو اتجاهات السكان المستقبلية لمصر في من 22 ل 72 يعني خدنا 50 سنة كده نشوف لو استمر الوضع بالشكل ده أو لو تغير الوضع حيبقى وضع السكان والحقيقة النتيجة النتائج مهمة جدا لو خدنا النتائج اللي انتهت إليها هذه الدراسة حلاقي مثلا أن احنا الدراسة قالت لنا أنه حطنا مجموعة من الفروض أنه لو انخفض مستوى الإنجاب فعلا إلى 2 في سنة 32 أو في سنة 42 أو في سنة 52 ثم قلنا ناخد فرض بقى طب لو استمر معدل الإنجاب زي ما هو في سنة 22 هيبقى الوضع إيه عشان يبين الفروض لقينا أنه لو انخفض في سنة مستوى الإنجاب ل2 في سنة 30 أو في سنة 32 حنوصل إلى 117 مليون لكن لو سبت الإنجاب على مستوى في سنة 22 حنوصل إلى 120 ففرق هنا 3 مليون طبعا الفرق ده صغير لأنه الفترة الزمنية قصيرة لو خدنا بقى في سنة 50 حنبقى إيه؟ لقينا أنه في 32 في سنة 50 حنبقى 141 مليون وفي 52 لو فضل الإنجاب زي ما هو نبقى 161 مليون الفرق جبيل لأن الموضة زمنية أطول طب نشوف 72 اللي هي بعد 50 سنة حنبقى إيه؟ لقينا أنه إحنا هنوصل أو الفرق حيتراوح ما بين 150 مليون إلى 204 مليون 54 مليون 54 مليون فمعنى كده أنه إحنا عندنا فرصة إيجابية جدا أنه إحنا لو رشدنا معدل النمو السكاني الزيادة السكانية ستبقى متنقصة تستطيع الدولة أنها تعمل ما يسمى بالوفورات نتيجة للعائد الديموجرافي أن الوفورات دي تستطيع أن توظفها الدولة في الارتقاء بمستوى التعليم الارتقاء بالحالة الصحية توفير الرعاية الاجتماعية والثقافية المناسبة تهيئة الجيل الجديد للدخول في سوق العمل وبالتالي تستطيع الدولة أن ترتقي بمستوى الإنتاجية كل هذه الحاجات ستترتب على أنه ليس سأقلل عدد السكان إنما سرشد النمو السكاني طيب عايزة أعرف لو الجهاز عنده خطة أو عنده فكرة أو دراسة عن سبب التأثير الإيجابي في المواطنين في أنهم ينظموا الأسرة كان إيه هل هو حملات اتنين كفاية مثلا أو حملات تنظيم الأسرة الإعلام كان دور إزاي نقدر نوصل لعدد أكبر من المواطنين عشان نعرفهم أهمية تنظيم الأسرة وأنه العدد الكبير حاجة بتضر بكيان الأسرة نفسه التأثير الإيجابي ده كان سببه إيه لو فيه دراسة عملت تعرفنا إيه السبب هو الدراسات المختلفة التي عملت وأهمها مسح صحة الأسرة بيين أنه في علاقة قوية جدا بين مثلا مستوى الإنجاب والتعليم يعني بالنسبة لي كل ما زاد مستوى التعليم كل ما قل مستوى الإنجاب ده مؤشر إلى أنه طبعا يعني الست المتعلمة بتفكر بعقلينية أكتر وهكذا في هذه العملية النقطة الثانية أيضا عمالة المرأة الست اللي بتعمل إنجابها أقل من الست اللي ما بتعملش وبالتالي يعني في هناك يعني عوامل واضحة مرتبطة بكده لكن كل ده وقت أيضا مهم جدا زي ما قلنا أنه يبقى فيه توعية كاملة لنقل المعلومة للأسرة نفسها إعطاء الأسرة يعني فكرة واضحة عن تأثيرات النمو السكاني المتزايد أو المتسارع على استفادة الأسرة من عائد التنمية إحنا عمالين نعمل مشروعات تنموية كبيرة جدا ولكن في نفس الوقت الزيادة السكانية يعني متوازية معها وبالتالي يعني يدوب التنمية بتستجيب ليه احتياجات الزيادة صحيح كل دي العامل الإيجابية دي هي اللي بتؤدي لهذه العملية وعشان كده الاستراتيجية اتكلمت على المحورين إننا الاستثمار في السروة البشرية اللي هي التعليم والصحة والعمالة دعم مكانة المرأة إحنا إلى الآن حسب النتائج المسح صحة الأسرة الأخير 17% فقط من النساء في قوة العمل بينما لو وصلنا للتعليم نلاقي إنهم تقريبا 48% ففي توازن بين الزكور والإناس في التعليم ولكن عندما نصل إلى سوق العمل نلاقي تراجع كبير جدا في نسبة الإناس في سوق العمل طيب ما ده معناها إن كل الاستثمارات اللي أنا عملتها في التعليم حتى في سن صغير ولا في سن كبير شوية؟ أفدني؟ حتى في سن صغير للنساء ولا في سن كبير شوية؟ كل ده الإجمال يعني المعنى كده إن الاستثمارات اللي أنا عملتها في التعليم لم تنعكس على القوة العاملة وزيادة القدرة الاقتصادية للمجتمع هتكذكرت نقطة مهمة جدا في فكرة أنه كل ما زاد عدد السكان فالدولة مطالبة بأن هي تنشئ مدارس جديدة مثلا بالضبط في حين أنه ممكن المبالغ دي تخصص لأوجه إنفاق أخرى أو لتحسين جودة التعليم أو إلى آخره وكذلك الأمر في المستشفيات وفي غيره في غيره من الأمور بالضبط لما نتكلم عن مبادرة اتنين كفاية هل فيه إحصائية إحنا وصلنا لحد فين في هذه المبادرة؟ نسبة استجابة الناس لهذه المبادرة هل فيه مثلا تغير في وجه إبلي عن وجه بحري؟ لا أنا ما عنديش بيانات محددة في هذا المجال طبعا لأنه هي اتنين كفاية كمان مرتبطة بوزارة التضامن أكتر في هذا المجال بس أعتقد أنه أرقام الموليد في محافظات بتبين بشيء أو بآخر مثلا تأثير هذه المبادرة وهذه الحالة وطبعا يعني كل الجهود يعني النقطة الأساسية دلوقتي أنه فيه تكامل في الجهود اللي بيتم القيام بها من أجهزة الدولة المختلفة وهذه التكامل هو اللي بيعزم العائد من هذه العملية فإحنا عندنا مشروعات اتنين يعني وزارة التضامن أيما مشروعات اتنين كفاية أيما مشروع موادة اللي هو أيضا بيساهم فيه استقرار ودعم الأسرة المصرية أيما بمشروعات يعني بتتناول الجيل الجديد أو الشباب بحيث أنه هو يخش فيه أو يعني عندما يتزوج يبقى مدرك للنقطة اللي خضرتك أشرت إليها مسألة إن أنا ليه أستعجل أنا أأخر طبعا فيه ضغوط اجتماعية ضغوط اجتماعية إنه كل أسرة بتتعرض إمتى بقى حنسمع أخبار كويسة إمتى مش عارف إيه إمتى مشكلة على فكرة دي مشكلة في الثقافة يعني إمتى هنفرح بيك وإمتى فرحنا بيهم طبعا العائل الأول طب الثاني فمشكلة جمدة وبالتالي لازم أقدر أنقل للجيل الجديد أو للأسر الجديدة إنه بصرف النظر عن الخلفية الثقافية إزاي يقدروا يتعاملوا مع الفكر الجديد كل شكر لحضرتك شرفتنا ونورتنا دكتور حسين عبدالعزيز مستشهر رئيس الجهاز المركزي للتعباء العامة والإحصاء ألف شكر فكرة ألف شكر فكرة ألف شكر فكرة ألف شكر شكر